جاء رد الرئيس الأوكراني فريديمير زيلينيسكي على اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفتح باب التفاوض مع موسكو مجددا لإنهاء الحرب الدائرة منذ عام في أوكرانيا بأن ماكرون يضيع وقته ولكن هناك ما لا يضيع وقته فبعد ساعات من المكالمة التي اقترح فيها ماكرون إنهاء الحرب وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في رسالة تحمل فوق الدعم تحديا لموسكو وقيصرها وتأكيدا للحلفاء بأن واشنطن مصممة على إتمام الطريق لتقليم مخالب الدب الروسي من كييف أكد بايدن الدعم الأمريكي غير المحدود لأوكرانيا في حربها المصيرية ضد روسيا وعد بمساعدات إضافية بقيمة نصف مليار دولار تشمل قذائف لمدافع الهاوتزر والصواريخ المضادة لدبابات ورادارات المراقبة الجوية على حين طلب زيلينيسكي بأسلحة متطورة وبعيدة المدى وطائرات مقاتلة فكان الصمت هو الرد هناك وتحت القبة الذهبية للكريملين القابوتين خطابه السنوي الأول والذي يتوافق مع مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا خطاب يأتي في ظل حالة من الاستعصاء العسكري لقواته عن رغم من وعود قادته بإنهاء العملية العسكرية في غضور شهر وهو ممتد عاماً وتخطط أمريكا لتزيد أمده في خطة متكررة للإنهاك والإرباك هذه الخطة يدفع ثمنها المدنيون في أوكرانيا دماً ويدفع ثمنها العالم استنزافاً اقتصادية لكن العم سام الذي قرر خطة الاستنزاف لا يرى من حوله إلا إنهاء الصداع الروسي الذي يريد أن يحيي أمجاد القياصرة ليتفرغ التنين الصيني الذي بدأ في نفث نار قروضه المالية في القارات الخمس لينافس راعي البقر في الهيمنة على العالم